السلام عليكم البنات كديري اللي بس عليكم تنتمنى تكونوا كاملين باخر والاخر كدو سدو العطلة البنات تنتمنى تكونوا استرحتوا فيها اليوم ان شاء الله البنات غاد نحضروا مع بعضياتنا الفطائر اللي ساهلين اقتصاديين بمقادر تبتشوفوهم في الفيديو البنات كتر من الاقتصاديين او كي يسلكوكم الفطور او اللي لقوتين تاع العشية اه ضغيات وجدهم صراحة او اللي اللي لجعنتكم شغف كيفما ممكن تحتفظو بهم في المجمد ما توقع لهم والو البنات تنجبدوهم تنزخنوهم وتنقدموهم تيتقدموها كامعة الزبدة والعسل كيفما قلت لكم هتيجوا وزوينين شوفوا غدي نقدم معكم واحدة كي تجي تجي مفشفشا صراحة وزوينين على البنات فعدي ندزل المكوينات اللي غدي يكونوا ساهلين وبساط حتى طريقة صراحة سهلة وبساطة هتيجوا في المكوينات ثلاثين توع الكيسين توع الطحين الفورس هنه يعبروه البنات بالكاس نتاع العنبا هدي يحتاجوا الكاس نتاع السميدة الرقيقة اللي هو السميد الناعمة لبنات السميدة نتاع الحلوة الرقيقة هدي يحتاجوا البيضاء كيس نتع الفاني وكيس الخميرة نتعت الحلويات واحدة ملعقة كبيرة الخميرة نتعت الخبز وملعقة كبيرة نتعت العسل تناخدوني الانية اللي غادي نخدمو فيها غادي نضيفو لها جوجة الكيسان تلماء يكون دافي وزوجة الكيسان البنات نتوع الحليب يكون حتى ودافي هنا نضيفو في المجموع اربعة نتوع الكيسان بين الحليب والماء ممكن البنات تعودو هادوك جوج كيسان نتوع الحليب الى ما عندكمش الحليب ممكن تديرو الماء او الا ممكن تديرو الليمون طيب قاليكم انتوما الاختيار المهم الليمت وفرنتكم فضاء خدمو به وبالنسبة الواحد نص كاس انا تنزير في المجموع عادة اربعة كيسان ونص بالنسبة الواحد نص كاس تنخليها تنحتفض بها جانبا حتى تنشوف الطحين والشرب ليه واو السميدة او لا ما شربش بالنسبة اللي هنا في هاد الفطائر عادو راضفت ليهم نص كاس هي ربعة نتوع الكيسان ونص في المجموع صفي تنضيف عليهم ذاك الكيس الخميرة الفاني كيس الفاني ومعي لقى انتعت العسل والبيضة وتنضيف الخميرة انتعت العاجين والخمارة انتعت الحلويات والملحة من طبيعة الحل حسب الدوق سنخلط جميع المكونات بالضرب اليادوي حتى تنسجمو وتدوب لنا ذاك الخميرة بويتو تضيفو حتى جوش المعال قنتو على الخل ضيفوهما البنت انا عادة انتنضيفوهم غير اليوم ما ما درتو مش سوف يتنحركو كل شي ومن بعد تنضيفو طحين بالنسبة الحليب كيف ما قلت لكم را ممكن تعودو بالليمون حتى هو تيجي بيهم زوين بعد المرة ساكت هنجرهم بصراحة بالليمون الى كان عندي البنتيج المدق نتعهم زوين وإلا ما كان والو هاكت هنجر غير الماء الماء هذو ربعات الكيسان ونص كامل ومت هنجرهم ماء قوي صدات تلينا رصنا يا مريم صفي نيزا نخلط مزيان في الترابلية داويد تنضيف هذا الكاس نتع السميدة الرقيقة نتع الحلويات وتنعود نطرب التراب من بعد تنضيف كاس نتع الطحين تنعود ندخلو حتى هو فوسطا ذاك الخليط حتى تينسجم تنضيف كاس بكاس كل شي العبارات بكاس نتع العنب اللي عبرتو به هو اللي غا تتعبرو به الماء والحليب والطحين والسميدة لبنت صفي من بعد ما تينسجمو المكونات كاملين تنطحنوه في التحانة الكهربائية هنا عندكم هذاك الميكسور را غا تخلطوه غير في زليفة ما عندكم ش را غا تجيرو أنا هنا يتحنتو غير في الماكينة العادية لبنت تنفرغ فيها الخالط وتنطحن بالنسبة للحليب والماء من الأفضل ما يكونش سخون بزافة لبنت حينت غادي يخسر لكم السميدة نتاعكم إلا كان سخون بزاف را غا تيخسر السميدة سواء في البغرير سواء في الفطائر من الأفضل يكون غير دافيها كواحد شوية ما تسخنوش بزاف سوف نبدأ نطحن في الخالط نتاعيه مزيان حتى تعطيني هاد الفقاعات هادو او ما تيبانو لكم البنات سوف نجيب شي بانيو يكون كبير او لأي انياكة تكون كبيرة وتنفرغ فيها هذاك الخالط تنغطيه بواحد البلاستيكة وتنخليه حتى تيخمر وتي تضعف الحاجب نتاعوه أنا هنا قدرتهم الفطر الصراحة باش يخمروا ليه ضغية باش نفطروا بيهم شعلت الفرار حتى سخن غلفت البانيو نتاعي ببلاستيكة من بعد غلفتو هكا بوحد استربيتا وطفيت الفران الفران كان دافيه ودخلت البانيو نتاعي الفران ضغية خمرو سوف يمنين تتضعف الحاجب نتاعوه تنجيبوه المقلاء نتاعي البارير هنا يقدر تغير صغيرة بايتو ما كيكونوه صغير ماشي كبار بزاف وتندي هنا تنخليها حتى تتسخن بالنسبة اللي عافية اراها مهيلة البنات باش يطابوا لكم الفطائر انتاعكم ميجيوكو مش معجنين حنت بزافت البنات يقول لك الحاجب تطب في المقلاء تجي معجنة يا فطائر يا بيتزا اللي البنات ترى طريقة طهية مهمة بزاف ضروري العافية تكون مهيلة تندهنو تنخليوا حتى تتسخن المقلاء نتاعتنا تندهنوها بزبيدة وتنفرغ غرفة قريبا ونص نتاع الخالات نتاع الفطائر تنخليهم على عافية مهيلة حتى تتسخن من تحت وبدو تتحمروا عاد من بعد تنقلبهم على اللوجه الاخر تنقلبوا على اللوجه الاخر وتنخليوا هكا تتاخد حقه فطائب مزيانة البنات والعافية دائما ميلا ودائما تنقلبهم على اللوجه بجوج حتى تتحمروا من اللوجه بجوج وتندهنهم بزبيدة في المقلب تندهن بزبيدة بش يجوا كارطبين وتيجي المادا قنتاعهم مزوين وتتعتهم حتى دا كل لون المذهبه البنات سوفيناي غادي نعود نفرغ معاكم واحدة اخرى بش تشوفوا البنات تندير مغرفة ومصط الخالات تنخليها حتى تتطب وفي المحيد تشوفها طرارا تندهن المقلة بالزبدة اللي ما عندوش زبدة ممكن تعودوها بالزيتة البنات تندهن المقلة نتعكم بالزيت ولكن الزبدة صراحة تجي منين على الزيت سوفيناي منين تتبو من تحت تنقلبهم مباشر سهلين تتقلبوا بسهولة البنات متى لسقو موالو يار تبعوا المكونات تبعوا الطريقة ان شاء الله وغادي ينجحوا معاكم غادي يفيدوا غادي تستفدوا منو ما كف الفطور او اللي فلقوتي كف ما قلت لكم اولي اللي جاكم شدف على غفلة وحتى ان شاء الله كف رمضان اللي يجيبوا على اخر ان شاء الله كتنوعوا بيوم في الطبلان تعاكم بالنسبة طريقة نبقى حتى تنطيب الفطائر انتوعي كاملين تيجوا على هذه الشكل هادا تيجي لو انتعهم موحدة لبنات تيجوا زوينين مفشفشين صراحة زوينين تعيش بوليدة يعني يا فداكين تنتونكم فعلا تجربوهم بالنسبة لطريقة الاحتفاظ مقدرة تتحطو فضبوهم في المجميد هكا فوحد تتغلفوهم بشي بلاستيكة مزيان تاعت المجميد وتدخلوهم القياس اللي بغيتو بحل ما خمسة ولا ستا شوفو انتوما تتغلفوهم تدخلوهم من المجميد فيما بغيتوهم تتجبدوهم قبل تتخليوهم حتى تيتلقو وتتبدو وتتتتخنو فيهم وتتدهنوهم بزبدو العسل راتي تيوليوا البنات بحل يلا طيبتوهم وتتقدموهم تنتفنى فعلا هنا الاعجاب ديالكم وتصيبوهم لليداتكم تصفتو لي تطبيقاتنا تاعكم الانستجرام اللي هو العبار مريم اولي على الصفحة اللي على الفيس اللي هي الشيوة مريم وتحطو لي في التعليق ان شاء الله تقولي اشنو الوصفة اللي تبغي واشنو الاقتراحات اللي تبغيو هكا هات الشورة هدو وان شاء الله راها كيف ما قلت لكم راها تنجد لكم في المال ح ان شاء الله هكا اللي بنات اللي تبغيو ياخدو اللي كوماندو واتمينات اللي بيع غير دعموني بلي لايك وبالبارتاش يعني تلقسم معكم واحد الفاطرة شوف كي تجيها البنات تجي الصراحة زوينا وبصحور راحها البنات وعواش لكم بروكة معاوشش مليا واشر الموايبا واشركم بروكة اشتركوا في القناة